إذا نظرنا إلى عام 2021 نجد أنه قد بدأ بجائحة كوفيد ثم حصل نقص في أشباه الموصلات والرقائق وكنا قد أطلقنا شاحنة جديدة في إفريقيا وقد أثرت هذه الأحداث على توفر سياراتنا بنسبة تبلغ أكثر من 20% تقريبا لكن هذا الوضع يؤثر على الجميع أيضا ونحن نتبع منهجية عمل رشيقة ونحاول التأقلم مع الظروف من أسبوع إلى آخر ونريد الاستفادة من الفرص المتاحة في إفريقيا نتوقع استمرار أزمة الرقائق خلال الربع الأول من العام المقبل ونتوقع تعافيا تدريجيا المشكلة ستنتهي بالتأكيد ولا أحد يعرف متى يحصل ذلك بالضبط ستظل لدينا مشاكل في سلاسل التوريد على المدى القصير ولكن إذا نظرنا إلى مصر على المدى البعيد فأنا متفائل جدا أن مصر في السنوات الخمس المقبلة ستكون أكبر سوق أو ثاني أكبر سوق لسيارات في إفريقيا وهناك تعاون كبير بين قطاع صناعة السيارات والحكومة وجميع الجهات المعنية لوضع رؤية وسياسة لكي تصبح مصر مركزا أساسيا لصناعة السيارات التي ستصدر إلى إفريقيا والأسواق الأخرى وأقول أفريقيا تحديدا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي تشكل صناعة السيارات جزءا أساسيا منها وأنا واثق أن مصر قادرة على أداء دور أساسي في هذا المجال سيستغرق انتشار السيارات الكهربائية في مصر بعض الوقت ولابد من إنشاء البنية التحتية الداعمة لها سيكون تبنيها بطيئا ولكن بعد خمس أو ست سنوات سنرى زيادة سريعة في هذه السيارات في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر هناك تركيز على إنشاء محطات للسيارات الكهربائية وهناك اهتمام حكومي سوف يسرع هذه المرحلة وحصة السيارات الكهربائية من السوق المصرية حاليا ضئيلة لكن مستقبلها هناك واعد بالتأكيد